على الخط الإسرائيلي الفلسطيني أعلنت إسرائيل توسيع مساحة الصيد البحري في غطاء غزة إلى 15 ميلا بحريا وإعادة فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال المعدات والبضائع إلى القطاع كما شمل القرار الإسرائيلي زيادة حصة المياه للقطاع ب5 ملايين متر مكعب ورفع عدد التجار الغزيين المسموحي لهم المرور عبر معبر بيت حانون بواقع 5000 تاجر إضافي على أن يتم إصدار التصريح فقط لمن تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا أو تعافى من الإصابة بالفيروس ينضم إلينا من غزة مرسلنا محمد المشهراوي والمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع معك محمد تفضل نعم فضيلة وفق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي فإن المستوى السياسي في إسرائيل الذي اتخذ هذه الإجراءات ووصفها بتسهيلات مقدمة من إسرائيل إلى قطاع غزة هي تسهيلات مشروطة ومرهونة باستقرار الأوضاع الأمنية في قطاع غزة وإن المستوى السياسي سيتخذ مزيدا من مثل هذه الإجراءات في الأيام والفترة المقبلة في حال استمر الهدوء في قطاع غزة ولكن يفهم من هذا التصريح بأن إسرائيل تربط صراحة بين عمليات التظاهر الفلسطينية التي تجددت خلال الأسبوعين الماضيين ولا تزال مستمرة بين حين وآخر عند السياج الأمن الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل وتنظم هذه التظاهرات نهارا وليلا للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة إسرائيل أرادت ربما من خلال هذه الحزمة الجديدة من الإجراءات إقناع الفصائل الفلسطينية بالعدول عن تنظيم مثل هذه التظاهرات لسيما التظاهرات الليلية المعروفة باسم فعاليات الإرباك الليلية التي تنظم عند السياج ولكن الفصائل الفلسطينية عقبت على هذه الخطوة الإسرائيلية بأنها خطوة غير كافية ولا بد من اتخاذ إجراءات ملموسة وحقيقية من أجل رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع بشكل كامل وجددت دعوتها للفلسطينيين للمشاركة بفعاليات ما يسمى بالإرباك الليلة خلال الليلة المقبلة وأيضا هناك دعوة لتظاهرات حاشدة في ليلة الخميس الجمعة إذن هذه الإجراءات أيضا هي الأولى من نوعها التي تتخذها إسرائيل مقدما لقطاع غزة منذ عملية وقف إطلاق النار التي تمت في أواخر مايو الماضي التي أعقبت الحرب الإسرائيلية على القطاع وكان لتداعيات الإغلاق ومنع مثل هذه المواد هنا تداعيات إنسانية كبيرة على الفلسطينيين هنا شريحة واسعة من الفلسطين تنظر إلى أن تلمس نتائج إيجابية من مثل هذه الإجراءات ولكن هذه الخطوة الإسرائيلية حتى الآن لا تلقى ترحيبا على المستوى السياسي أشكرك محمد المشهراوي مراسل سكانيوز عربية في قطاع غزة شكرا